جاني جيني للتسوق للعام 2020 بأفضل المنتجات الوطنية لتثبت جودتها ومنافستها للمنتجات المستوردة من جهة ولتؤكد إصرار شعبنا على النهوض بذاته رغم كل المعيقات على الرغم من سياسات الاحتلال تجد الفلسطيني بينهض من بين الركام وبقول احنا على أرضنا ونريد أن نستمر في البناء والتنمين وهذا أيضا يشكل رسالي لكل الشعب الفلسطيني بأن هذه المدينة وهذا البلد مفتوح آمن مستقر لكل مواطن يريد أن يتسوق ويريد أن يكون في محافظة جنين مهرجان جنين لتسوق بنسخته الثالثة والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة جنين يستمر خمسة أيام متتالية من المخطط له أن يحقق نجاحا كبيرا على مختلف المستويات من خلال تعريف المواطن بالمنتج الوطني وأهميته في فرض معادلة جديدة عن جدارة في السوق الفلسطيني الذي يعج بالسلع المستوردة من جهة وضرورة مقاطعة منتجات الاحتلال من جهة ثانية يعني لا شك أنه إحنا بوزارة الاقتصاد الوطني في محافظة الجنين كمنا بتنسيك الجهود ودعوة كافة الشركاء من أجل إقامة هذا المهرجان اللي إحنا سميناها مهرجان الصمود والتصدي والرد على الهجمة الاحتلالية على المحافظة هذا الشعب قادر أن يتحدى هذا الشعب قادر أن يفعل المستحيل في ظل ظروف سياسية واقتصادية وأمنية معقدة للغاية الغرف التجارية وكل يد إيجابية في هذه البلد أبوا إلا أن ينظموا هذا الحدث رغم كل هذه التعقيدات ومن المتوقع أن يحقق مهرجان الجنين للتسوق أهدافه المنشودة عبر فتح مجال التواصل المباشر بين شركات الانتاج الوطنية والمستهلك وتوحيد جهود الشركات الفلسطينية في الضفة وفي الداخل الفلسطين المحتل للخروج بمنظومة اقتصادية ناجحة من شأنها تحقيق قفزة على مستوى الاقتصاد الوطني أكثر من ثمانين شركة وطنية تعرض منتجات مختلفة اجتمعت هنا تحت سقف واحد هدفها دعم المواطن وتعزيز الاقتصاد الوطني في ظل ظروف صعبة يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على المحافظة محمود سامودي تلفزيون فلسطين